موسيقى 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 ما؟ طابت ليلتك غبي طابت ليلتك كسلان طابت ليلتك غطبان أنا أكره طابت ليلتك طابت ليلتك سنفورة طابت ليلتك غطبان طابت ليلتك مفكر طابت ليلتك سنفورة وتذكري سنفور ينام باكرا ويصح باكرا هو طابت ليلتك مفكر طابت ليلتك وطابت ليلتك بابا سنفور طابت ليلتكم يا صغار يا سنافي طابت ليلتك بابا سنفور أرى هذه ليلة شيئا مختلفا في القمر شيئا مميزا أشعر بذلك أشعر بذلك أشعر بذلك صباح مسنفر آخر حان وقت النزهة في الشمس ما هذا؟ مفاجأة أخرى من مفاجآت مازح ليست من مفاجآت مازح صباح الخير منسجين ماذا عندك؟ لا أعرف حسناً لنلقي نظرة يا للهول وكأنه صوته صوت حي بسرع لي تخلص أحدكم منها حيا يا رسام تخلص منها ليس أمع مرحبا جميعا تخلص منها أتخلصوا منها نعم تخلص منها أليست جميلة بابا سنفور؟ إنها لي أنا؟ شكراً غبي لا تفتحها بابا سنفور إنها حية يا للهول مفكر لماذا لم تخبرني؟ أحدهم تركها عند بابي حيا يا لها من مفاجآة حسناً يا صغار يا سنافر هناك طريقة واحدة لحل اللغ لا أستطيع النظر يا لسنفرة النار إنه إنه طفل الطفل سنفور الطفل سنفور؟ أليس الطفل سنفور الأجمل؟ تقريباً تقريباً هذا أسنفر طفل سنفرته في حياتي كلها ماذا سنفعله الآن بابا سنفور؟ حالب وغبي أحضره بعض الحديد حاضر بابا سنفور؟ شاطر أريدك أن تصنع له شريراً شريراً في الحال بابا سنفور خياط اصنع للطفل بنابس هل من شيء مميز؟ مميز جداً ما رأيك في كعكاتت السنافر؟ سليس الآن أكل لكن شكراً له بابا سنفور كنت أفكر يبدو لي أن ما يحتاج إليه الطفل سنفور هو نوع من التحبيز الثقافي الذي سيصير نعم بابا سنفور ما يحتاج إليه هذا الطفل هو الكثير والكثير من الحب حسناً لا صعوبة في سنفرة هذا له بابا سنفور ماذا لو تأخذ هذا الحساء للطفل سنفور؟ أنا أكره الطفل سنفور الآن ذهب هذا السنفور إلى السوق وهذا السنفور بقي في البيت وهذا السنفور أكلت متسنافت وهذا الصغير لم يحصل على شيء وهذا السنفور بكى في طريقه إلى المنزل أيها الطفل السنفور سنتسلى كثيراً مرحباً غطبان تريد سماع أغنية جديدة للطف؟ أكره أغني الأطفال كيف تجد لوحة الجديدة يا غطبان؟ أنا أكره لوحة بكى الجديدة ما رأيك لو تساعدني على حمل مرآة الطفل الجديدة غطبان؟ يمكننا أن ننظر كلانا فيها لا أوه أتساءل ما الذي سنفره؟ أسرع يا غبي هذا الكلب يثير أعصابي وتعرفه حين أفقد أعصابي غبي أنا آسف حالم بابا سنفور بابا سنفور لدي مفاجأة للطفل أجد أنه طوب مناسب جداً بابا سنفور مفاجأة للطفل شكراً 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 أجد أن تساعدني؟ شكراً رابان ما بابا سنفور؟ رابان لما لا تدخل وتهتم قليلاً بالطفل؟ الطفل سنفور يحتاج إلى كل رعايتنا المسنفرة أنا أكره العناية المسنفرة لا، الطفل سنفور، ما بك؟ قل لي غبيب، ما الأمر؟ عجباً، لا أدري بابا سنفور، بابا سنفور، يشكو الطفل مخبنا بابا سنفور؟ خلاصة تشخيصي أن الطفل سنفور مصاب بحالة حدة من الالتهاب واشتراكات مزمنة بالإضافة إلى ألم حدة في المفاصل وقت مفكر، لا وجود لهذه الأمراض أوه، 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 بابا سنفور، إذا حصل شيء للطفل لا يا سنفور، لا شيء يدعو للخلق أبداً يحتاج الطفل فقط إلى تغيير الحفاظ الحفاظ، ما هو الحفاظ بحق السنافر؟ صابون وماء، منشفة، مسحوق حفاظ، دروس، انتهينا أوه، هذا أسنفر لباس رأيته في حياتي أنا أخيط كل حياتي البدلات والبدلات، أما الآن فحفاظات وحفاظات وحفاظات هل تعرف يا مفكر، كنت أتساءل من أين جاء الطفل سنفور يا تورا؟ أوه، كن جداً يا سنفور غبي، الكل يعرف من أين يأتي الطفل سنفور طفل القرش، طفل القريديس، طفل الكسلان، كل أرواع الأطفال هنا، لكنني لم أجد شيئاً عن طفل السنافر، أوه لا أدخل هل لي بأن أحدثك لدقيقة بابا سنفور؟ بالطبع يا مفكر، ماذا عندك؟ حسناً، هذا قد يسبب لك صدمة كاملة بابا سنفور، لكن أنا السنفور مفكر وجدت آخراً سؤالاً لا جواب عنه عندي لا، هذا مخجل لكنه صحيح، أنت بابا سنفور حكيم جداً وقد علمتني كلما أعرف كل شيء باستثناء شيء واحد صغير جداً، بل هو بالغ الصغر فما هو يا مفكر؟ حسناً بابا سنفور، من أين يعطي طفل السنافر؟ حسناً، علمت أنكم ستطرحون السؤال، كل ما أعرفه أنه في كل مرة يكون فيها البدر أزرق، يظهر سنفور صغير نحبه جميعاً، إنه لغز كبير وهذا على الأرجح يا سنافر هو أكبر لغز على الإطلاق أوه، أنا أكره، أوه آه غطبان، سعيد برؤيتك، لازال أندي عمل كثير، أتمانع إن بخي الطفل سنفور معك؟ ماذا؟ أوه، حسناً هذا موضف أم بسمة أنفور، ستكون فخوراً بجداً، أمطيت الأيام الحمسة الأاخيرة أرتب كتبك وأنوي إبقائها مرتبة شكرا لك مفكر وكما أقول دوما هناك مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه أوبا صنفور هذا فضيع إلى متى سيستمر الطفل صنفور يتصرف هكذا ليس كثيرا يا مفكر فقط لمائة وخمسين سنة القادمة آه الطفولة إنها تمر بغمضة عين مرحبا غربان مرحبا يا صغير مرحبا مرحبا سيحب الطفل الجوارب الصغيرة التي حكتها له بابا سنفور بابا سنفور أسرع أو بابا سنفور طير اللقلق يحمل لك رسالة شكراً يؤسفنا أن نبلغكم أنه بسبب خطأ تم تسليمكم طفل سنفور اللون أزرق الوزن كيلو ونصف حفاظ أبيض ودبوس في الضيط أرجو أن تعيدوه لحامل الرسالة ونحن متأسفون على كل إزعاج قد نكون سببناه لكم يا للأول قلت نعيد الطفل مستحيل أولا هذا فضيع أولا هذا ليس مضحكاً أبداً هذا ليس عادلاً أبداً لحظة لحظة سنافر الصغار أرجوكم أخشى أننا لنستطيع شيئاً علينا أن نعيد الطفل سنفور في الحال لهذا الطائر أنا أكره أن نعيد أرجوكم أرجوكم إهدأوا قلت إهدأوا جميعاً أعرف كيف تشعرون كلكم ولسوء الحظ ليس بإمكاني فعل شيء أقول أن نحتفظ بالصغير أرجونا هذا فجعين أعني أكان القمر ليلة أمس بدراً أزرق أم لا بالطبع كان كذلك أخشى أن الأمر ليس بهذه السهولة خوي حسناً أدركوا الألم الذي تشعرون كلكم به بابا سنفور بابا سنفور الطفل سنفور اختفى الطفل سنفور اختفى وغطبان أيضاً قلت سنفور غطبان؟ من المستحيل أن يكون غطبان الكن يعرف أن غضبان يكره الطفل غضبان أحب الطفل أكثر مما تعرفون لكنه يخاف أن يظهر مشاعره الحقيقية أخشى أن عليك أن تنتظر يا سنافر علينا أن نبدأ البحث في الحال أنتم فتشوا الغابة إلى غرب النهر ونحن نتجه شرقا حسنا بابا سنفور تمسك غبي هل ترى شيئا؟ لا شيء أنا لا أرى أثرا لغضبان في أي مكان يا غضبان أين أنت؟ غضبان أيها الطفل ترجمة نانسي قنقر غضبان أيها الطفل غضبان، 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 غضبان مرحبا هل وجدتم شيئا يا سنافر الصغار؟ لا شيء تابعوا البحث هناك عاصفة قادمة أنا أكره الشخير ريدنا يوم abundance لا تبكي أيها الطفل لا تبكي لا 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 لا، 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 لا.. أنت جائع أبقى هنا، سأجد لك بعض الحليب انا اكره عدم العثور على الخليل شكراً شكراً نصوب الماء يرتفع انا اكره ان لا اعرف ما العمل بإمكانك ان ترحل فنحن لم نجد غطبان والطفل في اي مكان اه نعم ليسا هنا بالحديث يا علي السلفور غطبان اطبعاً هل الطفل بخير؟ نعم بابا سنفور لكنني اكره الاستسلام هذا غير مضحك على الاطلاق ولا يهمني اي اخطاء كتابية ارتكبتم اخذوا طفل من العائلة التي تحبه اعمل شرير وبشع وايضاً فضيع قل لهم اننا اسفون على التأخير لكنها كانت غلطتهم في المقام الاول انا اسف يا سنافر الصغار لكن لا يمكنني فعل شيء الطفل ذاهب في نوزة كلنا سنشتاق اليك يا صغير كثيراً كثيراً هل انت واثق؟ مغرور مرحباً إلى اللقاء أيها الطفل انتبه نحن نحن نحبك كتل اللقاء كتل اللقاء كتل اللقاء لا تفقد الأمل يا سنافر الصغار سيكون هناك بدر أزرخ آخر يوماً ما لقد أعددت صينية كاك يحبها الطفل إلا أنني لا أرغب في الأكل إطلاقاً سنفر أقول ألا تعرفوا أن الامتناع عن الأكل يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الموت جوعاً والصداع أوه هذا غير مهم هي غبي عندي مفاجهات لك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طابت ليلتك كسلان طابت ليلتك غضبان وما الطيب فيها طابت ليلتك سنفورة طابت ليلتك غضبان طابت ليلتك غضبان طابت ليلة مجد فيها أمامًا صراعا لكنه هو طفلة سنفور لقد أدت مجددان شكراً للسماء المسنفرة على سنفرته إلينا انظر بابا سنفور رسالة أخرى أعزائي السنافر بعد الكثير من التفكير وأخذين بعين الاعتبار لسالة السنفورة والاندفاع الصادق الذي أظهره أطبعاً يسرنا جداً أن نعيد الطفل سنفور إليكم ونحن آسفون لأي إزعاج قد نكون سببناه لكم حسناً يا صغاري السنافر عاد الطفل سنفور إلى هنا لكي يبقى واحد اثنان مدش واحد اثنان مدش واحد اثنان مدش إياك أن تجد دليل يحيتي أيها الطفل سنفور فلتفعل لكن من وقت إلى آخر وقرمينا الآن وصاعداً علينا أن نعمل بجد لنضحي بكل ما هو ضروري لتأمين سعادة الطفل سنفور حسناً مفكر أول تضحية سوف تكون تبديل الحفاظ أنا سأقوم بذلك بابا سنفور طبعاً يا غضبان خذ أنا أكره تبديل الحفاظ لكنني أحب الطفل سنفور كان القمر أزرق جاء إلينا طفل كان القمر أزرق أحبابنا ذاك الطفل كان القمر أزرق قلوبنا سنفرت وكل الأشياء تغيرت والصغير بالحق غمرنا ترجمة نانسي قنقر